هذا وتستضيف محافظة أسوان معرض أياد مصر حتى 22 من يناير الجاري ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح أسيسي تشارك في فعاليات المعرض 24 محافظة حيث تنوعت الأعمال اليدوية والحرفية التي تعبر عن البيئة التي تشتهر بها كل محافظة يعد المعرض فرصة كبيرة لتوسيع مجالات التسويق والبيع لهذه المنتجات الجودة العالية والمصنعة محلية نحن مشاركين النهاردة في معرض أياد مصر أثناء زيابة معالي بقيس الوزراء والمعرض ممتد لمدة 3 يام بإذنك أنت يا رب ومشاركين بمجموعة من الحرف التراثية جميلة جداً ومش متواجدة في محافظات تانية وبالتعبر عن محافظة بنسويف أنا المعرض ينهوض بيضم جميع منتجات التراثية واليدوية للبحر الأحمر ابتداء مرات غارب لغاية شلتين بحر الأحمر فيها حاجة ميزة حلوة قوي إن شالتين بتعمل شغل خوص بجلود فدي بصمة من البصمة وطن اللي بيعملوها عندنا في المحافظة بنتميز بيها أنا بشغل مجسمات حرز هند ميت بشغل فوانيز بشغل ألم مرادين مادليات وبشغل شغل ريزين جايين طبعاً محافظة المينيا المعرض من يوم السبت لحد يوم الاثنين نازلين بكل المنتجات الخاصة بين في الشرقية والشرقية بتتميز بيها هنبدأ مع حضرتك زي ما حضرتك شايف العرائس الخشبية العرائس الخشبية ودي بتتعمل من مخلفات الأخشاب أخشاب الموالح بالذات بنتعمل منها العرائس الفولكلور زي ما حضرتك شايف ودي شرقية مميزة بيها عربيات أو أشكال مختلفة وفي بعد كده البردي جنبها البردي ده برضو من أهم الحاجات اللي بتميز الشرقية وخاصة أن احنا بلاد زراعته في قرية الأراموس مركز أبو كبير في الشرقية في معنا تشكيل من منتجات كتيرة ما بين السجاد اليدوي ما بين الخزف وبين الشغل الجلد الطبيعي من الحاجات التراصية بنحاول نعمل امتزاج بين كل المهن والحرف اليدوية الموجودة ما بين البامبو ما بين الفخار وما بين الخزف وبين التلي بنشكل تشكيل جديد